تدخل ذكي واعتراف كان شو متساوي يامبابي 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 الحرام عليك السلام عليكم ورحمة الله باركاته وراشتら لكم ايوم بقطة جديدة بالسلسل لتحديات لفوتوتerdرافات واخيرا رجع لدوره لأبطال ورجع لدوري الأبطال حرفياً من اكثر تحديات التي استمتع فيها لان بنلعب على تحديات المباريات بعنا اول مباراة يعني رح تكون للمبارايات اللي رح تبدأ يعني بكرة دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا في مباراة جدًا مهمية اللي هي مباراة ليفربول ونابولي حرفيا مباراة جدًا قويه رح تكون السنين الماضي لعبوا بالمجموعات وبآخر مباراة يعني لليفربول حسنو يتأهله لدور 16 وبعدين رح تأهله لدور 8 ومنها لنص النهاية وبعدين أخذوا البطولة حرفيا مباراة رح تكون جدًا أسطورية فإذا حابين أيضا نعمل عن مباراة برشلونة وبرشتة دورتمود بكرة فيعني اكتبوا لي تحت بالتعليقات ولا تسلوا بالبداية دقائقوا على زر لايك واشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين واكتبوا لي توقعاتكم لنتيجة تحت بالتعليقات أنا من جهتي بتوقع فوز ليفربول بنتيجة 2-1 بظن أن النتيجة راح تكون جدا معقولة لأنه نابولي عندهم هجوم حلو وغالب أنه راح يسجلوا لكن بالمقابل أيضا ليفربول عنده هجوم كاسح وبظن المباراة تنتهي بالنتيجة 2-1 فكل واحد يتوقع تحت بالتعليقات فطولت كثير عليكم بالكلام معرف خلونا ندخل الآن ونشوف التشكيلات اللي عنا أوكي يا حبيبي بسم الله 451-42222 يا سلام يا سلام يا سلام هاي الخطة أنا بفضله لكن المشكلة أنه الأجنحة يعني مثلا صلاح وماني كلهم بطاقات أجنحة فمضطر أخذ أربعة خمسة واحد مع أني بفضل 4-2-2-2 كطريقة لعب يعني طيب بالبداية ما بيجينا لا من ليفربول ولا من نابولي منحسن ناخد أي لعب ومحترمين أخذ راح أخذ فيلبي أندرسون طاقاته جدا رائعة خلينا ناخده الروح الكام يا حبيبي بسم الله أوكي سكرات مناوي يجيني شي من ليفربول بالبداية أعطوني طيب المهاجم في ميرتنز في فرمينو في صلاح حتى ألو أم فورب وفي خالة وأزيبي يا أخي لا تطلعوا لي هيك لعبين مع بعض والله الاثنين أسطورين وبتحترمي مذاك تاخد راح أخذ خالة لسبب أنه يكون محتاج دائماً لعب بمركز سيم لكن بالمهاجم بظن يجيني شي من نابولي أو ليفربول لكن الاثنين أسطورين الكام اللي على اليمين أوكي لا من نابولي ولا من ليفربول سبحان الله على الحظ اليوم طيب من أفضل حدا ممكن يكون لينغارد على أساس أنه أساس ليفربول دوري إنجليزي أو ناينغولان كدوري إيطالي لكن رح أخذ لينغارد ما في مشكلة سيم يا رب وأخيراً لاعب من ليفربول حتى لو بيروح عليه فيراتي بس على الأقل لاعب من ليفربول صار لي سنعاً بستنى لاعب لسه لحد الآن ما في من نابولي ممكن كوليبالي فاندايك هيك شي ممتاز كوليبالي ممتاز آه يا راموس راموس يا جماعة 97 هيك بيروح بها البساطة طيب ما شي كوليبالي ممتاز طيب عطوني باندايكون مشان تعاوضوني عن راموس أوكي لا طلعوني ناتشو هلأ بطلعوا مدافع أسباني بريال مدريد بس لا ما في راموس خد ناتشو طيب ممكن أخذ لكاكو على أساس دوري إيطالي طاقاته جداً أسطورية العلبي شوفوا يا روبرتسون يا أما ممكن يطلع لي فوزي غلام وغالباً روبرتسون بيجي دائماً يعني مرسله أزرق أوكي لا من نابولي ولا من ليفربول والله لو أني آخذ بس مع راموس تخيل أداش كان نفعني ما في مشكلة عنا لعب من ليفربول ولاعب من نابولي لحد الآن أوكي حبيبي عندي محرس البطاقة العادي ما رح يحتاجها لو بيطلع لي بطاقة أهوة بيكون أحسن جنابري طاقته أسطورية فبظن أنه ممكن ينفعنا أكتر شي خلينا نكمل مبابي أوكي في حدا من ليفربول أو نابولي لا والله مبابي أزرق يا جماعة يا الله على القوة والله التشكيلة ضاربها ما كنتوا توقعها تكون قوية لهذه الدرجة أوكي عنا زكريا الأبيض وما في لها من نابولي ولا من ليفربول للأسف يعني ولا دوري إيطالي في ديببول وممكن يساعدني عطوني شي من نابولي من ليفربول هفرتس والله ممتازة طاقته يا جماعة شوف القوة بس والله قوة بالتشكيلة أوكي طيب عنا فينيسيس جونيور أيضا جدا رهيب وعلى الأل بيعطي مرسله تناغم كامل فهذا شي جدا حلو لو سمحتوا أي لعب من نابولي أو من ليفربول والله زبطتوني لعب فضي ما راح أزعل أيوة ماشي عملنا رشايفين ما زعلت زعلت بس شوي يعني بس على الأل لعب من ليفربول يعني جيد نوعا ما خلينا نزله هون وجيب هذا هون أيوة ممتاز جدا طيب خلينا نكمل هاي لعبين من ليفربول صاروخ ولعب من نابولي يا جماعة يا جماعة ركزوا معي شوي بس لا حوله بلا قوة إلا بالله طيب ليش يعني ليش طلعوا أي لعب نيمار الأزرق يا الله نيمار ومبابي زرق في درافت واحد واثنين سبعة وتسعين يعني شو بدك شي أحسن من هيك طيب هاتو أرنولد والله يكذب صار الوضع هيك يعني طيب دوري إيطالي في ما في لا في برسايكو هذا وممكن أني أخذ تيتي هذا على الأساس أني يشبك مع بابي بس يلا أمشي مع الدوري الإيطالي شوي وشوف حارس طيب ممكن يطلع لك أليسون أو يطلع لك شي تاني يعني ممتاز لو والله لو مستقصدين ما بتعملوا هيك يعني والله العظيم طيب دوري إيطالي يعطوني تشزني أضعف واحد ما رح أخذ تشزني رح أخذ أخيه ماشي أنا متأمن لسه يجيني لعبين كمان يا رب يكن سلو من الدوري الإيطالي ما رح أقول لا أكيد يعني طاقته أسطورية بصراحة خلين نزله لا ما كان مدي الحارس كان مدي الأربي اللي بيجي مدافع أيوة من نابولي ممتاز أي أسبينا حتى لو إنه ضعيف بس دوري إيطالي شوف التناغم صار ممتاز هيك وكل بالي تناغمه كامل جدا حلو هيك التناغم صار أوكي ما في لها من نابولي ولا من ليفربول فقالنا الحرية باختيار أي لاعب طيب مين أحسن حدا ممكن يكون بالنسبة لي والله كلهم ما في هذا الممتاز يعني لكن ممكن ينفعني حدا من الدوري الإيطالي شوف آخر لاعب ممكن يجيين صلاح أونفورم مثلا صلاح أونفورم يا سلام والله لأخر لاعب ما توقعت ما توقعت أبدا الحمد لله الحمد لله والحمد لله تحدي بيمشي بطريقة جدا حلوة عندك صلاح عندك فينالدوم وعندك اللي هو ميلنر تقريبا اسمه من ليفربول وعندك من نابولي عندك لعبين فشي جدا أسطوري ياريتني آخر الاربي من الدوري الإنجليزي بس لكن صلاح تناغمه كامل أنا كان بدي مشان الاربي يكون تناغمه كامل عليك الحال تشكيلة ممتازة نقص شوية تعديلات بس حتى نحاول نوصل يعني أفضل تشكيلة ممكنة وبعدا رح أرجع لكم طيب يا جماعة كنظرة ملاحظ أن تشكيلة هيك مناسبة لأنه أي تعديل بدي عدله بدين أصلي تناغم يعني إذا فكرت نزل نيمار جناح يسار التناغم رح ينقص تمام إذا فكرت مثلا نزل هاورتس هون التناغم رح ينقص مع أنه هاورتس أحسن من سقرات نزل أي حدا التناغم رح ينقص فايك التناغم كامل هذا يعني شي جدا حلو طيب بداية المباراة غالبة أني رح نزل نيمار مكان فينسيوس جونيور ومبابي ممكن ينزل مكان اللي هو سقرات لأني محتاج مهاجم بخططي لأنه ميلنر ما بعرف شو بدي ساقي فيه بس بدي حاول خليه كظهير ممكن يكون أو هيك شي لكن ناخد مدرب حاليا دوري إنجليزي أو دوري إيطالي يا رب آآ واو لا دوري إنجليزي ولا دوري إيطالي من اللي ناقص وتناغم فينسيوس ناقص من اللي ناقص وتناغم من الدوري الإيطالي كان بدي أي مدرب طيب هذا جنسية إنجليزية بيزود لاميلنر ما في مشكلة 191 التشكيلة جدا قوية متأمل أن تبدع معنا فخلونا ننطلق على المباراة وإن شاء الله نبدع ونفوز بهذا التحدي فمنشوف تشكلة اللي ضدنا وأكيد رح تكون قوية كاسحة 190 عنده توريس وعنده فينالدوم وراموس شوف عنده والله لعبين من ليفربول كمان وعندي هنا أنا كمان لأنه فينالدوم وصلاح خلينا ندخل المباراة يلا طيب يا حبيبي خلينا نشوف مبدئيا نخلت أكيد ما رح لعبه مهاجم تمام فما بعرف ميلنر شو بدي يتصرف فيه يعني لكاكو ممتاز ما أفكر أني طلعوا نزل ميلنر مثلا قلب دفاع لكن يبدو أنه لازم نساوي هذا الشي خلينا ميلنر قلب دفاع وع الحشيش طيب نزل نيمار ونزل مبابي هاي سواني مو مكان فينسيوس سواني سواني طريبا هيك تشكيلي بأفضل صورة ممكنين إن شاء الله أننا تبدأ معنا خاصة خلي هيك مثلا خلي بنالدم هون ممكن هيك تكون أحسن إن شاء الله يعني رح جربها إذا لقيت أنه في مشاكل بعدل فيها مرة تانية بس هيك حاس أنه أحسن شي عنا مشاهدين متابعين وحبكم فارس عواض من كبينة التعليق روح صلاح روح روح يا سلاح يا سلاح بلانتي 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 هاي تعال تعال بلانتي بطرد تقريبا هاي والله أعلم أنه اطرد أنزار بس أنزار بس والله صلاح سحب فيهم لشبع طيب خلينا نشوط لي صلاح أكيد أطل لي صلاح وينك يا صلاح وينك يا صلاح يا رب إنه ما يضيعه الجزاء عنده ليش 62 والله بالحقيقة صلاح أوكي بدأك ياني نشوط على اليسار يعني تضحك علي أوكي تقريبا الأعدادات منزوعة عندي لازم أني أعدلها أطلع واحدة بالنص يلا أطيه 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 ضحية محمد الصلاح من الدقيقة ثلاثة هاي لا ينسحب لسه دقيقة ثلاثة لا تنسحب مثل المجنون أول مرة خاصة بينسحب بهالسرعة هاي بس يعني خلصنا المباراة بس لازم أكيد أن يلعب مباراة ثانية شوف السيطرة 80% أول مرة بخلص المباراة بسيطرة 80% والله الشي كفو طيب يا جماعة خلينا ندخل على المباراة الثانية ونشوف تشكلات اللي ضدنا لا إلهة إلا الله شوف الدفاع يا ساتر موفان دايك هدا كليني 95% وملديني 95% كمان وات والله شي غبي بصراحة طيب نحن المفروض تحدينا ممباراة ماشي فهي المباراة مضروري أن ينزل اللاعبين بس أنا أكيد رح نزلهم لكن بس التبديل بسيط حابب أن يساوي يمكن أن يطلع من النار بالشوت التاني بس حاليا رح خليه ماشي إذا لقيت أنه سيء بالشوت تاني ممكن أن ينزل مكانه شي لعب ولا كيف والله ما بعرف شكلي ما رح أدل أي شي لأنه ما عندي قلوب دفاع إذا حبيت أن يبدل لكن أكيد لازم نزل نيمار ونزل اللي هو تمام خلينا نجيب بنالدوم هون خلي أي يا جماعة طيب نفس التشكيلة تبعا المباراة الماضية ما رح أدل فيه شي شباب ضغط يا شباب ضغط ضغط لا تخليه ياخد راحته يا الله كيف أخذ راحته اللّه عليك سبينا ولا متوقع كوليبالي 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 وقف يتفرج عليه وعم يشوطه والله العظيم شوف كيف شوف كوليبالي تخطاها بس كوليبالي والله العظيم بحركة يلا يلا شوما تساوي يا مبابي يلا 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 حطه يا مبابي حرام عليك هذي كيف ضغط دينالدوم هلو هلو يلا صلاح يلا صلاح حط واحدة حط واحدة بالقدم الضعيفة يا السلام عليك والله التعادل بيجي التعادل بيجي لحد الآن هدفين مسجلتهم بالمبارايتين والهدفين من محمد صلاح شي جدا أسطوري عرب في يجو ومارسلو يا عرب منه لا 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 مو يأخذها شوف الكذب شوطة بلاعب تخبط بلاعب وترجع لعنده أيوة شوخط طاق يا ولد ها والله حلوة حلوة جدا وساني عدم يرم حدام يوفو مشكلة حلوة يا ميلنر يا ميلنر شفنا إنجولان لحاله تحت والله تركين لعيبة لحالا والله حلوة يا سلام عليك ما حسب شي والله يلا حط واحدة يووه على قوة هذا ممكن سلة يمكن مدري مدري نيمار والله ما معرف فيه نيمار يا أسطورة والله عطا واحدة قوية قوية ما بتنصد أي تقلبات أي تحولات نحن هاتشوت أول 2-2 نتيجة معقولة بس بعد لعيبة ليفربول لازم أنه يطلعوا تمام محتاج نزل هاورتس أوكي ممكن خلي خلت هون فينالدوم رح طلعوا مع أنه والله جيد فينالدوم بس هو التحدي كان يعني على المباراة أول فعادي إذا بدلت أصلا فرح نزل لهو هاورتس بمركز الكام لأنه حرفيا التشكيلة محتاجة يعني لمسات بسيطة حتى تصير تبدع زيادة تمام فرح خلي التشكيلة بهذا الشكل ماشي خليني مر مهاجم ومبابي بمركز الكام اللي على اليمين إن شاء الله خلت يبدع لأنه خلت يعني أنا ما كان لازم لعبه كام من الأصل لا يمكنك ذلك مفروض يا سي ام يا أما لو كان فيه سي دي ام يعني أوكي يا سلام رح فينسيوس رح فينسيوس اه بلا أنتي أرجع شوط بالنص مرة تانية ولا كيف وينك يا صلاح وينك يا صلاح وينك يا صلاح يا رب انما تضيع والله حسني قلبي اني رح ضيعها بس ان شاء الله انما تضيع يا رب الحمد الله الحمد الله صلاح صار ثالث هدخ في زجل اليوم يا الله ما الكيك اوف الكريهة الكريهة اللعب يشوف الحالهم بيروحوا ما حدا بيوقفوا والله العظيم يا أخي كريهة الكيك اوف والله كريهة والله طاعت حرام شوف الهربي هلا مرسل له الحقه آه آه لفوق هذا الحاله بدا يرجع بدا يرجع بزاويتك يا حارس بزاويتك بزاويتك حلوة حط واحدة بقى واخيرا واخيرا والله ما عاد بيمشي اللعب 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 اللي حلو ما عم بيمشي بهاللعب صار يلا يلا حضرت يلا يا حارس والله صده وينه خلت طيب ليش خلت واقف هيك ورا هو المفروض ينطح حطني بابي يا الله يلا لا لا الحمدلله يلا وصلت وصلت يلا يا رب يلا يا رب عطي رفعة ممتازة حط واحدة يا السلام من قد 93 دقيقة صارت يو الصورة اوكي صفري حكم ما بدي اخد اي كيك اوف هو عدم سجل من كيك اوف يلا بركي من اللحاء هجمة اوكي على الشوط الاضافية حارسي مضيعني تمام فاذا ما دفعت صح اي شوطة على الجول اعتبرها تسجلت يعني والله عنده هايك قلوب دفاع وحسنان سجل عليه خمس اهداف يعتبر انجاز هو مين هو العالمين حصاياته افضل بصراحة لان فريق مفي الدفاع عندي ضايع يعني إلا اي ازا صارت على جول بالهجوم ساعتها من قدم شيء فرصة للاعب كرب يعرض الملعب أطي رفعة حط واحدة فينيسيوس يا فينيسيوس حرام عليك والله حرام يا رباه عليك ألوي يا سلام يلا 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 بسرعة 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 هافرت أطي واحدة لنبابي بس واحدة لنبابي والله مية وسبعة يا جماعة الأوقات بدلة ضائعة ملكي ملكي يلا خليه ما في أهم شي ما ياخد كيك أوف صفر يا حاكم صفر والله ما في غير الكيك أوف يلا عم تضيعني به اللعبة طيب شوط الإضافي الثاني مهمتنا يا أما نسجل هدف وندافع يا أما ندافع من بدايته وغالبا أني رح حاول سجل هدف بإذن الله يلا يلا مبابي يلا مبابي خلص موضوع سرعات يعني ما عد فيه ياه يس يس بس من وقت بدلة ضائعة عادلنا وبالأشواط الإضافية بس ده والله مباراة دراماتيكية يدى عشر هدف بمباراة واحدة صلاح نجم المباراة بتقييم 9.4 سجلي هدفين وصنع هدف مبابي سجل أيضا وصنع فينيستيز سجل هدفين ونيوار سجل حرفيا اللعبين أدوا اللي عليهم وزيادة كل اللي بالي ما توقاتي يكون أحسن بصراحة لكن ما كان أحسن شوفوا كيف بعد ما عملت بآخر دقيقة رجعت الخطة دفاعية وخربطوا لحنا نصر صاوه هفرتس سي بي بس والله التشكيلة قدمت لي عليها الأحصايات فرقت تريبة بالأشواط الإضافية بس مازل بصراحة فيه أفضلية للخصم ولو فاز ما كنت كتير رح أزعل لأنه فريقي ما كان عمي لعمل منيه مو لأنه هو كتير خارق للعادل بس هو حرسي كان سيئ بشكل عام فعلا ممهيك ندر أقول له وصلنا هات هذا المقطع لا ترسوا الليك واشتركوا بالقناة إذا ما اشتركتوا وصلوا إلى 15 الف لايك مش هنزلكوا التحدي الجديد فشكرا لجميع اللي تابعوا المقطع فبس هدريكا عندي اليوم في أمان الله اشتركوا في القناة